لم يعد كل شيء كما كان فهذه الدار المهدمة باتت تعجز وعلم من شمل أهلها بعد قصف طيران الإسرائيلي لها الذي حول المكان إلى ركام في بوقت اللي عطل التعليمي علي أنه علمه أجت طيارة أمكة ضربت ضربة واجت من اتجاه الوراء ورجعت بعد شوية صغيرة يمكن شيء عشر دقاي أو شيء طيارة الحربة ضرب المبنى نحن بس علموا هذا الشيء دقائنا للناس الموجودين هنا كان في بعض الناس بعضهم بالبيت فطلعوا مثل مهنة يعني ما أخذوا معهم شيء طلعوا بالتياب ونظلوا طلعين صور النار المشتعلة في المباني السكنية أوجدت عالما جديدا لأهل البقاء في لبنان عالم أصبحت مسافة العيش فيه تقاس بين ضجيج الطائرات الحربية وبين لحظة إطلاق الصواريخ على بيوتهم نحن بيت متين قاعدين هنا وراح ما يظلم مسا يتطلعنا شيء خارص بنوم وقاعدين هنا بالبناء عشر دغائق تنطلعين كلية نبر خذينا بالعرب خيمة وقاعدنا بيها ما خذينا شيء خاص لا تياب لا خذينا شيء لشياتين شن وليدات نور هنا حتى أحلام الطفولة تقتل عبر الصواريخ الإسرائيلية بما فيها كتبهم المدرسية وألعابهم التي تناثرت بين بقايا بيوتهم المهدمة ما أضل عندي شيء كتبة تبع المدرسة ألعابي كلها راحة تيابي كلها راحة يعني ما أضل عندنا شيء ويبدو أن الهدف من ضجيج الدمار هذا هو حبس أنفاس المدنيين وإجبارهم على ترك مناطق سكنهم للحرب تبعات وأحدى تلك التبعات هو أن يفقد الناس بيوتهم لكن اللبنانيين ورغم قصف بيوتهم ومحلهم السكنية إلا أنهم لا يكتركون مناطقهم هم يقولون بأن تلك المناطق هي لهم وأن إخلاءها أمر مستحيل محمد فاضل من بلدة سرعين لبنان الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر